معانا الاستاذة سوهة بنجيزة. استاذة سوهة. ايكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازي حضرتك يا سلام. نعمة وفضل الحمد لله. الحمد لله دايما يا رب. حضرتك يا دكتور انا عايز اسأل حضرتك سؤالين. تفضلي. اول سؤال صلاة الطابة دي بتبقى كم رقعة? وامتى? طيب. السؤال اللي بعده? اه السؤال التاني انا فيه واحدة يعني هي ايه? المهم ان هي واحدة كان انت عندي معايا في البيت. اه شافت عندي تعبان. اه. فالتاني يوم قالت لي. وخالت بنتي دخلت المكان اللي في التعبان. اه. فجال تاني يوم انا شافت بنتي شافته بالصدفة فصوتت تنهارت. فانا بعت الواحدة دي توقف معي النيخ نو نطلعهم. فقيت لي انا شافته من مبارح عندك وبالامرة وصفته لي كل وقت. وبعد كده لقيت الموضوع عندها عادي خالص. اه انا شلت منها. انا ليه حق في كده ان انا ازعل منها او اشيل منها. وهي كده خلطت في حقي ولا لاني كسبت انا في ازا. طيب. ان حضرتك عارف التعبان ده كان ممكن يأذي اطفال انا عندي اطفال. اهم حياة شلت التعبان اهم حياة شلت التعبان من اقضى ولا? لا الحمد لله شلنيه الحمد لله. طيب انت بقى بتسألي عمدك حق ان ان انت ازعل منها وان هي كده وقعتك في خاطر. لا احاو جاوب حضرتك. اقامل لها تاني معلش ولا لا. طيب. يعني ديها الامان تاني لان انا منعي من دخول بيتي بس ان شاءالت ان كده حرام علي ولا لا. هي بتساعدك يعني في البيت ولا بتعمل ايه? لا 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 هي قربتي بس من بيه. دقربة يعني ما فاش اي سلط رحم من بيه. طيب انا اكلم حضرتك اول اطول. اول حياة السؤال اللي حالك سألته صلاة التوبة صلاة التوبة بالاساس هي صلاة من صلاة النوافل بتبقى مثنة. يعني راكعتين اربعة ستة تمانية لكن هي راكعتين. بتبتدي براكعتين. خلاص? الحياة السؤال التاني بقى والسؤال المهم بقى السؤال السؤال المتعلق بمسألة الست اللي هي شافت الخطر اللي ممكن يكون عندكم وانبهتكيش. هي انت ديكي حق عليها. هي دوة يوقع في الاسم. ليه? لان اذا رأى انسان انسانا يتعرضوا للخطر فلم ينبهه كأنه ساهم في هذا الخطر. يعني ما كانتش هتخسر حاجة لو ان هي قالتلك ان فيه تعبان هنا. فهي دوة وقعت في الخطأ ووقعت في المحزور. اه وقعت في المحزور. وهل هي بهذا اسائت اليكي? نعم اسائت اليكي ولأسرتك. تعمل ايه? تتوب يا الله سبحانه وتعالى. انت بتقولي لي بقى انا فلانا دي مش هيا منها. لا هي كل حكاية هي عراضتك للخطر. مسألة انتقاء بقى العلاقات مش بتكونش من مصدر واحد بس. ان مصدر القرابة. وانا ممكن بعض اقاربي اوسع علاقت بيهم او اضايقها. فانت دلوقتي انت لو اقتربت منها انا اظن ان انت بش هتصفل منها. فانا رأيي الاول خلاص. انت عليك ان انت تصفل منها انها ده كان معصية وكان ده خطأ. بس الاول خالص تعترف لان يبدو والله واعلم ان هي مستهينة بالاخطار اللي عندك. فتبقى انت طول الوقت حسة بان علاقتها عبق عليك. انت مش واجب عليك ان كل قربك وكل حد من اطراف تعرفينه ان علاقتك تبقى متينة بيه. هذا الشعور مش شعور صحيح يا سادة. ليه طيب؟ لان بعض الاحيين لما بيبقى عندي حد وهو وهو بيمث العبق علي. قد اقع انا في الحرام. قد اقع في الكذب عليه. قد اقع في الالتفاف عليه. ولذلك انت دايما عمقوا علاقتكم بالناس اللي انت بترتاحوا معهم. الناس اللي بيقربوكم من الله. الناس اللي بيفتحوا عليكم من طريقه. ولكن الناس كلها عملوهم بالحسنة. فرأيي اللي انا بقول له حضرك عمليها بالحسنة. ولكن انت خلاص كده. انت خلتيها في تركة اقل في علاقتك بيها. هل ده حرام؟ لا. اه. انت خلتيها في درجة أقل من الدرجة الأخرى أنت عافيتي عنا آه سمحيها وانتهينا من كده عشان قلبك أنت يبضل صاف وما تبضليش شيلة ده ويتراكم ده لكن أن أنت تعمقي علاقتك بيها ده واجب عليكي لا مش واجب عليكي ولا بأس أن أنت في حد خلاص أنت مش مرتحاله أن علاقتك بيها تكون على الأد وعلى أد سلة الرحم هل ده صحيح؟ آه صحيح لأن أنت كل جايز كل ما تشوفيها تتجد عليكي وخاصة لو بنتك كمان حصل لها أنه يرى زي ما أنت بتقولي كده قد يكون ده فيه أخطار أن بنتك كل ما تشوفها يتكرر عليها الحادث أو يتكرر عليها المشا فلذلك أنا قلت لحضرك بعض القواعد والإجراءات اللي إحنا لازم نلتزمها عشان نقدر نتعامل مع الناس باتزان لأنه ما فيش معنى أنه فيه واحد أنا لا أرتاح إليه وأنا لازم أعمق علاقت بيه ويبقى موجود معايا في كل فعالياتي وكل مناسباتي طيب ما ده كتير ده كتير معانا الأستاذة سارة من القاهرة سلام عليكم تفضلي يا فندي أنا بابايا دلوقتي يعني كان عايش وأنا كنت مأصرها معه ما كنت شبس ألطي بعد ما توفى أنا عرضت عرفه عليه أعرض لأنا ما كنت شبس ألطي السنين دي كلها أنت ما كنتش بتسألي عليها خالص لأ شركها مجاوز يعني فضلت الشكل مجاوز وهذا أنا ممت طيب ما تبقى ديت أصليبها سبيلا استغفالله عظيم مع التحفظ على التعبير لكن ممكن ممكن كنت تقابليه بره على المهم يعني التكلم بالحكمة بأثر راجعي ليس من شيمة العقلاء فأنت دلوقتي بتقولي إزاي أحس بإن أنا مرتاحة وإن أنا ما عنديش واجع في ضميري من تجاه والتي صح كده؟ أنا كنت بسألي عليها فضلت الشخص كنت بكلمه في التليفون بس أولا في البيت كان بقى إني ما تكلمنيش في البيت عشان أنا أطلب إزاي عقلي طيب كنت بكلمه وكنت بكلمه في الشغل يعني أنت يعني أنت كنت بتعملي اللي تقدري عليه صحيح؟ أنا كنت بتسمع عليه وكنت بتطمني لغاية ما تجوز بقى فالأمور تغيرت أوه من الثالث ما لقى ما تجوز وكده أصوه بقى كان كويس معي بس لما هي مصببت علينا أنه ما كدنش عين وهو دلوقتي في دار الرحمة خلاص أوه متوفي فقدت الشيك بس أنا أقول لك الحاجة يا مطبويا حلمة حلم اللي هو نعم على جنبه يمين وبتوجع طيب طيب أجاوبك يا سار بس أهم حاجة يا سار ما تكونيش أنت بتديتي تتوسوسي وهل حاجة؟ يعني كلكم كنا بنغسله عماتي كلهم قالوا لكم صنفهو وإحنا نسمحي والله نسمحيها فعلياتي الشكل اللي هو كان عمله فينا خلاص أنا أجاوبك يا سار تعملي إيه؟ عشان ترجعي وتحسي بالراحة وتحسي بإن ضميرك إن شاء الله موصول بوالدك إن شاء الله وترجع على الألاقة الحسنة على فكرة العلاقة الحسنة دي مش لازم تكون بس هو بين الأحياء ممكن تكون العلاقة الحسنة كمان هو بين الأموات يبقى حضرتك على طول تعملي ده لازم كل صلاة تدعيله في صلواتك كل صلاة تدعيله في صلواتك هذه أول حاجة الحاجة الثانية تصدقي إن استطعت عنه يعني أعمل له صدقات ثالث حاجة حاول تتذكر الأيام السعيدة وإزاي هو ربنا جعله سبب من أسباب إن أنت تنشأي لغاية ما تبقي صبية وتبقي فتاة وقدرة تستوعب الصح من الغلط حتى أنت لما قدرت تتفرقي ده وما تتعمليش معه بكراهية كان سببه الأمان اللي هو أعمله لك فده من فضل ربنا عليك بأنه كان موجود في حياتك فعشان كده افضلي امتني بده وافضلي دايما إدعى ربنا بحاجات الحسن للعمل هالك إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع دركته وإن شاء الله يوسع عليه في قبره وإن شاء الله يجعله مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معنا الأستاذ أحمد من الأقصر عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد الله يبريك لك يا مولانا النبي مولانا أستاذك أغلبية الصلة بتاعت كلها بالنسبة المسجد بعيدة عني يعني أنا أستكن يعني في الجبل أغلبية صلاتي كلها في المنزل يعني المسجد بعيدة عني يعني وفيه بعض أجاوب على حضرة أجاوب على حضرتك تعمل إيه حق جحمة حاضر بصي حق جحمة إذا كنت إنت إحنا عندنا الفتوى التي نفت بها الناس في مسألة صلات الجماعة في المسجد بأنها سنة مؤكدة وليست واجبة يعني إيه ليست واجبة أننا إذا صليت في البيت لا يكون هذا إثماً وتكون صلاة صحيحة كمان ولكن صلاة الفرد تفوقها صلاته في الجماعة ب 27 درجة طب نعمل إيه؟ إذا كان الحال زي ما أنت شايف ده وإنت بتقول أن أنت بيتعذر عليك الأمر ده صلي مع أهل بيتك في البيت صلي جماعة مع أهل بيتك يحصل لك الثواب إن شاء الله وربنا سبحانه وتعالى كريم ويوسع عليك أستاذ زحمك أم جنة من القاهرة تتفضل سلام عليكم أستاذك عليكم أستاذك سلام عليكم أستاذك تتفضل يا فاند بعد إذن حضرتك الشيخ أنا متجوزة بعد 8 سنين ومعايا 3 أولاد ماشي فجوزي عنده حكة الهو بيهملنا كثير اللي ما بيقعدش في البيت وبيحب اللي هو بيشتغل يعني مش حكات اللي هو بيقعد في البيت اللي هو ما بيشتغلش لا بيشتغل وبعد ما بيجيني الشغل بينزل بنعرش و بيروح سين وبعد كده وهو ما بيركز في عياله خالص ولا يحب يوجهمك إلى مدرسة ولا يحب يعلمهم ولا حضوانة ولا أي حاجة وأنا أنا مش موجودة في حياته طيب إلا في الأكله والشرب وترويق بيته وغسيله بس أكتر من كده لا فين السؤال يا أستاذة؟ فين السؤال يا أستاذة موجودة؟ السؤال السؤال حرام إن أنا أقول للجوزي لا أنا مش حاب أعيش في البيت أحب إن أنا مش حاب أعيش في البيت اللي هو عايش فيه وعايز أعيش في مكان تاني ولا لا وهل لو أنا مش فيه لا مش كده يا شيخ أنا عندنا مكانين المكان الأول اللي إحنا كنا عايشين فيه هو مش حاب أعيش فيه أنا حاب أعيش فيه وهو مش حاب أعيش فيه طيب المكان التاني هو حاب يعيش فيه وأنا مش حاب أعيش فيه طيب ما جايز ده هو سبب هاجروا للبيت سبب النزول من البيت كتير إنه نوع أنا وعادت معاك البيت يا شيخ أنا عادت معاك البيت وهو بردك مش بيعاوب فيه معانا يعني في نفس تلك الحالات ده مش حل المشكلة بتاعتك خالينا أقولك أنت سألتيني هل أنا ينفع سيب له البيت وروحه وعايش في بيت تاني بص اقول لها دايك حاجة ده سلوك عقابي ده سلوك ايه عقابي انت عايزة يحس باهميتك في حياته فلما يعيش لوحده في البيت ده وانت تعيش في البيت التاني ده هو يحس باهميتك لا هو مش هيحس باهميتك كده هو هيحس باهميتك لما تفتح معاه حوار بشكل راقي وفي كل شوية تقولي فكرة من الافكار اللي عندك دي وتتنقشوا حواليها هيبقى يحس باهميتك لما انت تحاول تتكلمي منه تتكلمي معاه وتقرابي منه لكن مش هيحس باهميتك وانت بتعقبيه اللي انت بتعمليه ده انا بقولك مفهوم الرجالة لان انا بشتغل مترجم بترجم للستات للرجالة ورجال للستات الراجل اول ما هيشوفك انت عملت كده لن يفهم الا انك تعقبيه ووفلح حقيقة يعني هو مش هيبقى غلطان انت فعلا من جواك بتعقبيه ما يصحش للمرأة ان هي تترك بيت الزوجية مدام بيت الزوجية ده ما فيش خطر يحق بيها وما ينفعش تسيب بيت الزوجية لأي سبب حتى لو كان ان الزوج ما بيقاش موجود معها في بيت الزوجية يعني السبب اللي حضرتك تفضلت بيه ده انه هو ما بيقاش موجود في بيت الزوجية لا يحقه لك من خلاله ان انت تسيب بيت الزوجية مدام بيت الزوجية ده في امان وفي سكنة محدش يستعجل بلاش الاستعجال انا بقول كده ليه يا سادة انتو لما بتقولوا للناس ان لما حدش يهتم بحد يسيب البيت انتو بتقطعوا حبل الود هو امتى ممكن يشوفها ويرجع لها ويحس بيها لما يكونوا رايبين من بعض لكن لما تقولوا لحد سيب البيت عشان يحس باهميتك سبيله البيت ويمشي سبيله البيت ويمشي دوت كلام الناس ما لهمش دعوة بالارشاد وما لهمش دعوة بالعلاقة الزوجية سبيله البيت ويمشي دوت اول طريق الانفصال وانهاء الحياة الزوجية الست مش عايزة تنى حياتها الزوجية هي عايزة تحسسه بان هي زعلانة ومتدايقة منه قوي الحل هو ايه انا شايف الحل هو المصالحة المبنية على المصارحة فتروح تصرحيه وتعوضي معاه وتزن ان انت تصرحيه وليله تعالى اخرجه مع بعض وتكلمه مع بعض في بيئة غير بيئة اللي انت فيها دي واضح ان وقودك في البيت دوت مؤسر عليك جدا ومخليك متدايقة فعشان كده مش قادرة تتفعلي على ان ده بيتك وسكنك وعشان كده انت بيبدو عليك يبدو عليك ان انت بتتعامل معاه مش قادرة تحتويه حد يجي يقول لي طب انت ليه بتقولهوش ان هو يحتويها عشان هي اللي مكلمان هي اللي بتسألني اعمل ايه فانا بقولك حاولي بقدر الامكان ان انت تتواصل معه تتكلمي معاه حاولي بقدر الامكان تحسسيه بان انتو محتاجينه وانه هو بطلكم وانه ما فيش حد وانه انتو منظره متعرفوش تعيشه حتى لو قلتيني ان انت عملت الكلام ده اعمليه بطريقة تانية وبطريقة تالتة ان ان انت عايز تكملي حياتك انت مش بتقوليلي ازاي يتخلص من حياتي دي طب تعملي كده ليه عشان الجواز على فكرة مش مصالح بس الجواز ده عبادة تعملي كده ليه عشان ربنا يرفع درقتك تعملي كده ليه عشان اولادك ومحدش هنا قال لي ان هي بتتكلم عن اونفة او اي حاجة تبتتكلم على واحدة ما عندهاش اي خطر في بيتها هي عندها اهمال تعمل ايه افتح باب الاهتمام هتحصوا على اهتمام مجايز هو لو انا وسمعته هيقول لي دي مش مهتمية بي ومش فاهماني ومش حاسة بي ممكن تجربي ده طب واذا كنت مش عارفة تعالوا على مركز الارشاد الزواج بدر الافتالة المصرية ونفتح حوار ونتكلم ونضع حلول بعد التحليل هو ده الحل لكن مش الحل قول لي اجراء واحد اعمله دلوقتي من غير ما لا لا خالص اوه وتعمله كده انا بقول لكل الناس اللي بيفتوا الناس او بيشتغروا في الارشاد اتقوا الله بلاش احجات الايه الاجراءات الحاسمة لا احنا بنجرب احنا بنجرب وبنحاول ومعانا ربنا ومعانا مدد ربنا اصله هو مش هينفع وما فيش حاجة بتتعدل واللي كسر عمره ما يصلح لا كسر بتصلح اللي كسر كمان بتصلح احنا بنجرب احنا بنجرب احنا بنجرب